وفي أماكن أخرى واليوم علاقتنا لا يمكن أن تكون أقوى من هذا فوضاً أشكركم على استضافة أكثر من أربعة آلاف من الجنود الأمريكان وهم يشكلون غالبية القوات الأمريكية في أوروبا وفي ثل التموضع العسكري الروسي على الحدود الإكرانية فقد تم نشر أربع آلاف سبعمائة جندي أمريكي للمستعدين للرد على أي حالة طارئة ونحن بترتيب متناسق ووثيق مع وزارة الخارجية نحن في حالة تأهب لمساعدة أي مواطنين أمريكيين يردون مغادرة أوكرانيا وبعد الاتفاقيات الدفاعية التي وقعت بين بلدين بولندا ساهمت بشكل قوي بهذا الانتشار العسكري بتوفير المرافق والموارد اللوجستية التي نقدرها ونحن شركاء أيضا في تطوير القدرات الدفاعية البولندية التي اختارت بمشبهها بولندا مقاتلات أمريكية وبطاريات الدفاعية وأنظمة الصواريخ واليوم يسرني أن أعلن خطوة جديدة في هذه الشراكة في الرد على طلب بولندا في يوليو 21 فقد اتفقنا أن نقدم لبولندا الفرصة للحصول على 250 M1 ومتن ووقت الزمني لهذا توصيل هذه الإمدادات هو قيدة المناقشة في الكونغرس وبالتالي هذا لتعزيز القدرات وسيعزز قدرتنا المشتركة مع القوات البولندية لتعزيز صدقية جهودنا وجهود الدول الأخرى الحليفة في النيتو ونحن نشيد بدور النيتو في تعزيز مساهماتها في النيتو واليوم نحن نواصل تحديث قدراتنا الدفاعية هذا الانتشار من جانب بولندا يساعدنا على مشاركة متكافئة في حمل المسؤولية الدفاعية وفي المناورات المشتركة مع بولندا والدول البلطيق يؤكد قدرتنا الدفاعية ودفاع عن حلفائنا في شرقي أوروبا وبولندا وأوروبا تواجه تهديدا في أمنها واستقرارها فإن الرئيس البلاروسي لوكاتشينكا يواصل استخدام التهجير القصري للمواطنين وأوكرانيا تحت تهديد غزو روسي آخر وهو كان لب نقاشاتنا في هذا الصباح أي تدخل إلى أوكرانيا سيشعل فتيل الأزمة وسيضع أيضا تقويضا للسيادة وحرية تقرير المصير أن نشر ألاف القوات الروسية وأيضا في أوكرانيا في الشرق والجنوب وكلها على بعد بسيط من الحدود البولندية فإن قامت روسيا بغزو أوكرانيا فإن الأوكرانيين النازحين وغيرهم سيتدفقون عبر بولندا لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من هذه الحرب ولنكن واضحين وكما قلت يوم أمس في بروكسل فما زال هناك وقت ومساحة للديبلوماسية الولايات المتحدة وبخطواتها مع حلفائنا وشركائنا بما فيها بولندا أعطينا الرئيس بوتين مسارا من أجل الأمن والاستقرار ومهما كان الخيار الروسي فنحن وحلفائنا وشركائنا سنبقى متأهبين وسنساعد أيضا ضحايا الاعتداءات من الدول المجاورة الكبيرة التي تحاول ابتلاع دول الجوار وسنواصل للتعاون من خلال المناورات المشتركة لتجريب الجنود البولنديين واللتوانيين وغيرهم في المنطقة وأيضا لتيكونوا قادرين على التدقل والدفاع عن النفس ونواصل للتمديد المشاعدات للأوكرانيين للتمكن من الدفاع عن نفسهم فبولندا والولايات المتحدة لا تستطيعان بمفردهما التعامل مع هذا التحدي فالتقينا قبل أيام في بروكسل والتحالف بأكمله يقف مع أوكرانيا ويدعم استقلاله وسيادة أراضيه وأيضا أن يختار مساره وعلاقاته مع دول الجوار ودول العالم ومن السخر أن نرى أن ما يريده بوتين هو أن لا يرى نايتو قوي على حدوده وهذا ما سيراه للأسف وسنواصل التعاون معا لتجاوز أي تحديات أمام الاستقرار والأمن في أوروبا وأي تحديات مستقبلية وبهذا أشكركم نشكرك وهدفي كمسؤول على الدفاع البولندي فنحن نعمل على تعزيج قدراتنا وسنواصل أيضا هذا التعاون وبهذا أشكرك مرة تانية شكرا جزيلا والآن سننتقل إلى الأسئلة وبسبب ديق الوقت لدينا وقت فقط لأربعة أسئلة أرجو أن تعرفوا عن أنفسكم قبل الأسئلة سؤال سؤال الأول سؤال الأول ودعا أسألك متى سنرى إتمام الاتفاق لطائرات إبريمز وأيضا قلت يوم أمس أن روسيا تسعى للدم هل لك تصف ذلك بأعمال روسيا وكيف أنها وضعت مستشفيات ميدانية وأعدتها عفوا هي طبابات أبرامز التي سيتم تسليمها لكن التوقيت عذرا انقطع الصوت بالنسبة لمن نراه بشكل متواصل على الحدود الأوكرانية وسمعنا روسيا تحرك قواتها إلى غارسون علينا أن نرى ذلك ولكننا نرى مزيد من القوات تدخل تلك المنطقة الحدودية كما نرى مواصلة للاستعداد بالقيام بأموم مثل عناصر عسكرية بشن بعض الهجمات وهذا يشمل بضعة أمور مثل اقتراب أكثر إلى الحدود ونشر القوات وزيادة القدرات اللوجستية وغير ذلك ومنشددا أؤكد أن كل المؤشرات تشير إلى أنه سيحافظ على إمكانية وقدرته على شن هجمة في أي وقت لم نرى أي أدلة على سحب قواته بعيدا عن الحدود سؤال سؤال لك سيد الوزير ونشكرك على الاستضافة في هذا المكان الرائع قبل يومين الأمين العام ستولدنبورد قال أن روسيا فرضت واقع جديد في أوروبا ماذا يعني ذلك لبولندا وسيد الوزير هل هذا يفرض تغييرا وإعادة نظر بالاستراتيجية الدفاعية الأمريكية نحن نتعامل مع محاولة لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية على يد بوتين ويبدو أنهم يحاولون أن يوسع منطقة نفوذه فمنذ 2014 شنوا الهجوم الأول على أوكرانيا والآن يحشد من جديد على حدود أوكرانيا هذه كلها تهديدات حقيقية وأفضل رد عليها هو الردع من جانب المجتمع الدولي وبفضل الموقف الأمريكي والسياسة التي تتبعها الولايات المتحدة هي سياسة جيدة ومثال على ذلك هو إضافة قوات أمريكية في بولندا نهيك عن التحالف النيتو فإن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بشدة على أنه لا يوجد تنازل حول بحث مستقبل الدول الذي يجب ألا تقرره دولة أخرى فأوكرانيا هي التي تقرر مصيرها وتقرر التحالفات التي تريدها وليس لروسيا أن تدخل في ذلك هذه السياسة هي السياسة الوحيدة التي من شأنها وقف العدوان بولندا دولة لديها خبرة وجربت الحرب والحرب العالمية الثانية وتعاملنا مع قصوة المعتدي نحن متأهبين لأن نقدم يد العون لكل من يحتاج العون وكلنا أيضا نعتمد بداية على الوسائل الدبلوماسية لتكون هي وسيلة لحل هذا النزاع يوم أمس في اجتماع وزراء دفاع التحالف النيتو كان هناك سياسة قوية من الولايات المتحدة ممثلة برئيسها بايدن ووزير الدفاع ووزير خارجية بلينكين كل هذه الفعاليات التي تسعى لوقف الاعتداء الروسي كلنا الآن نؤمن بأنه من خلال هذا الحسم والسياسة الحسم من المجتمع الحر العالمي وخاصة الولايات المتحدة لن تكون هناك حرب شكرا لك الآن كلمة لك شكرا على السؤال حول استراتيجية الدفاع القومي واذكرت أنا فخور بالعمل الذي قام به فريقنا في سياغة هذه الاستراتيجية التي ستتحدث عن تهديدات أمام أمننا وكذلك الأمن الدولي أعتقد سمعتني أتحدث كثيرا في السابق عن الردع الشمولي وهذا سيكون جزء أساسي من تلك الاستراتيجية ربما سمعتني أتحدث عن هذا من قبل لكن هذا هو عنصر رئيس في استراتيجيتنا والردع الشمولي يعني استخدام كل قدراتنا جوا وبحرا وبرا وفضاء إلكتروني كل هذه الساحات التي سنستخدمها من أجل الردع وكذلك عن الجهود الدبلوماسية والسياسية وأيضا الاعتماد على حلفائنا وشركائنا وما نراه اليوم في أمر نشير به هذا ما هو يحدث الآن دبلوماسية في كل مجال ونعمل بحضر مع حلفائنا وشركائنا في متبادل المعلومات معهم وأن نتحرك بسرعة وبدقة للمساعدة بالتطمين ولتعزيز كل ما تطلب الأمر وهنا الدبلوماسية على أفضل شكل لها وأشكرك على هذا السؤال ونحن نتطلع لأن نرى الاستراتيجية جاهزة شكرا لك هل طلبت أي دولة من دول الناتو قوات أمريكية وأيضا هل ستكون القوة الدفاعية الأمريكية هل سترد والسؤال الاثنين متى ستكون الدفاعات الصاروخية جاهزة وكيف للولايات المتحدة وبولندا أن تستعد للأزمة الإنسانية إن هاجر الناس من أوكرانيا بالنسبة لنشر قوات إضافية لمساعدة حلفائنا ليس لدي ما أقول في هذا الصدد لكن أود أن أقول أن كل خطوة نقوم بها هي بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا وأن يكون هناك تنسيق بيننا وبينهم في أي حالة نشر القوات وربما تكونوا قد سمعتون أقول من قبل أننا ملتزمين بالبند الخامس ونحن جدين في هذا الأمر وسنقوم بما يلزم للمساعدة في دفاع عن حلفائنا وشركائنا وعن نفي بالتزامات ناتجها هذا التحالف نحن نقدر الوجود الأمريكي في بولندا والأهم هو العنصر الرادع والتعاون بين القوات الأمريكية والبولندية فهذا يساعد جاهزيتنا وقدراتنا الدفاعية للقوات البولندية ويعزز القدرة الرادعة لقوات النيتو هذه الأزمة ستكون إن فعلت روسيا ودخلت وقامت بغزو أوكرانيا لكن هناك من سيضطرون لمغادرات أوكرانيا نحن كأمة عانت من ويلات الحرب العالمية الثانية نعرف كيف يكون الوضع وبالتالي سنقدم يد العون لكل من يعانون ولكل من سيكون لهذا النزاع من أثر عليهم بتهجيرهم فنحن بالتضامن مع قوة النيتو وبمساعدة البلاد المتحدة كل هذه العناصر الرادعة وهي أفضل الحجج أمام السياسة العدائية من جانب روسيا شكرا والسؤال الأخير سؤال لكم أولا 250 دبابة أبرامز هل سيتم شراؤها والسؤال الثاني إن وصلت روسيا التصعيد هل ستقرر الولايات المتحدة تعزيز القدرات العسكرية في الجزء الشرقي بالنسبة للجزء الأول من سؤالك في نقاشاتنا وأنا أشكرك على السؤال تحدثنا عن خطتنا لزيادة أعداد القوات البولندية وتعزيز أيضا إمداداتها الأسكرية وقريبا ستكون لدينا دبابات الأبرامز فور توقيع الاتفاق ونحن مستعدين فهذا بشروع حكومي ونحن أيضا نعمل على قانون الدفاع القومي يشمل زيادة الميزانية المخصصة للإنفاق العسكري من أجل القوات البولندية وكذلك تحدثنا مع الوزير حول أنه من خلال بناء القدرات والإمدادات في القوات العسكرية البولندية بأحدث المعدات سنعزز القدرات الدفاعية في الجزء الشرقي للنيتو وهذا يعني أن أمن بولندا هو أمن الجانب الشرقي للنيتو فنحن قمنا بالتعاون مع الفيلق الخامس الموجود في بولندا وهذا هو عنصر آخر رادع بالنسبة للقوات الأضافية في المستقبل القريب أنا هنا أقول من جديد أن كل ما نقوم به هو بالتشاور مع النيتو وحلفائنا وشركائنا لضمان التنسيق المتكامل في أي خطوة نقوم بها وأخيرا أعيد التأكيد على أن نا ملتزمين في هذا تجاه هذا التحالف وكل ما ذكره الرئيس سنفي بالتزامات نتجاه وكما قلت مسبقا ما لم يرده الرئيس بوتين هو تحالف ناتو قوي وهذا ما نسعى إليه شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم على هذا المؤتمر شكرا لكم